حصد باهر المحمدي مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي جائزة لاعب شهر يوليو وذلك بعد تقلقه بشكل لافت للنظر في اللقاءات الاخيرة ضد فرق سموحة وفيوتشر وبرامدس والجونة بالاضافة الى مصر المقصة ونال المدافع الدولي تلك الجائزة وذلك بعد تقييم رقمي لكل اللاعبين الذين شاركوا باللقاءات السابقة وفي ظل منافسة قوية نظر لتقلق اكتر من لاعب ضمن صفوف الفريق خلال هذا الشهر وكان حسن عبد الرب ومدير الكرة بالاسماعيلي قد حرص على استحداث تلك الفكرة مؤخرا وبشكل دوري سعيا لخلق مزيد من التحفيز والاسرار لدى اللاعبين على التقلق وتقديم المستوى المنتظر بقميص الدرويش وذلك على غرار معظم الاندية بالدوريات العالمية الكبرى وهما سيكون له انعكاس ايجابي على النتائج ومن المعروف ان المباراة القادمة للفريق ضد فاركو السكندري ستكون المية وخمسين لللاعب الشاب منذ صعوده للفريق الاول عام الفين واربعتاشر ولكن هذا الموسم شارك في سبع وعشرين مباراة بمسابقتين الدوري العام وكأس رابطة الاندية المحترفة سجل من خلالهم خمسة اهداف جمعها من ضربات جزاء ومن المعروف ان احمد مدبولي صنع العاب الدرويش كان اول لاعب حصل على هذه الجائزة عن شهر مايو الماضي اشتركوا في القناة